السلام عليكم متتبعين قناة حبيبتي ليدي اليوم إن شاء الله بإذن الله سوف نرى طريقة تحضر معسلات رمضانية سهلة أو لا تتوجد حتى الفطور ديال العيد تتجيرها راقية وتتجير ديدة بزاف إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس فاشتبسوا إن شاء الله بكل جديد نخلكم مع المقادير وطريقة تحدث بسم الله على بركة الله غنحتاج واحد الكمية ديال 500 جرام ديال اللوز اللي اسلقناها من قبل وفسخناه وقسمنا الكمية على جوج يعني جوجة الرابعة وغادي ناخد واحد لتقريباً 4 كاس ديال اللوز وكاس ديال السانيدة ناخد واحد طواء ديال الفرن ونضيفه لكمية ديال اللوز يعني رابعة تقريباً ديال اللوز وغادي نضيفه لها ديك الكمية ديال اللوز اللي بقليناها بقشورو تقريباً نصف كاس أو لاربع كاس ديال كاس ديال كاس ديال ونحاولوا أننا لبس ذاك زويتور للوز كامل وغادي نضيفه الإسماس نضيف نصف كس السكر نضيف نصف كس السكر نضيف راس معلقة القرفة و راس معلقة المسكة الحرة نضيف زبدة المدابة نضيف زبدة المدابة نضيف زبدة المدابة نضيف نصف كمية لنعبطاً نضيف نصف الكسس نضيف نصف كمية نضيف نصف كمية نضيفه على كمية الأولى نضيفه على السلوفان أو البلاستيك الغذائي نضيفه على السلوفان أو البلاستيك الغذائي تنضيفه على الجنب تحتوي على البيانات تتعاون في الخدمة من ذلك الشرف تنطلب الأشياء و تنظيفه على المبتدئات تتجي رائعة تتجي رائعة بزافة المملاحات او لاحطة المؤسلات تتجي رائعة وتتجي رائعة واحد اللدة مهم البنات انا هنا تناخد كل ورقة اخذت واحد البلاتو وسرحت له واحد السيريبيتا وتناخد كل وحدة وتنطويها بهالطريقة البنات لاحظوا ان هذه الورقة لا تتلصق و لا تتلصق مع بعدياتها لانها بقى جديدة وتتجي رائعة و تتجي رائعة و تتجي رائعة و تتجي رائعة و تتجي رائعة ابنت اخوة تتحاول تتعلم و تتطوي ورقة اعطيناها و ضرنا لها الخاطر و تتطوي و تتطوي على ورقة مهم البنات سوف ناخد الورقة و تتجي رائعة و تكون بالريكات من اصلي حيواني لرب البنة و تنقوم بسيطة و تدهن الورقة و تدهن الفيكة وتنقوم بسيطات على تدهن نحاول ندهنها ببانسوفو ونحاول بهذه الطريقة تنلف اللفة الأولى والثانية فقط بذلك اللتيج اللي درناه أو للقطب ونرشو الحشوة ديالتنا والله هو اللوز أو العقدة لأننا احنا ما غير شاش عقدة يعني هاد البودغ اللي صيبناها تنرشوها بهذه الطريقة وتنلفو عليها اللفات آخرين نحاول أنني نوضح لكم ولكن الفيديو نتيوضح الصورة يعني تيوضح لنا الشرح بالتفصيل تنلفوغية بشوية باش ما تقطعش معنا الورقة ولكن الكنس يعني الورقة تتقطع بالأحسن الفوغية بشوية في الأخير تنذهنوا بشوية الزبدة يعني في الراسة ديال الورقة وتنكملوا الدورة ديالتنا بشوية الزبدة المدابة اللي عدنا نيت وتنوضعوا اللي بودان ديالنا اللي وجدناهم تنسرحوهم في الطاوة ديالنا بغيناهم بهذا الشكل يعني يجونا مكمشين تنذيروهم بالعرض أو لعموهم على الحساب أو نتنخليهم كيف ما قلت لكم بالطول ديالهم بنفس الطريقة نعودوا لنوجدوا ديال بودان آخرين أنا غدي نعود معاكم بشوية تنوضعوا ذا كلوتيش كيف ما قلت لكم البنات تنحاولوا أننا نرشوا الحشوة اللي بغينا نخدمها البنات هنا تقدروا تخدموها بالفول السوداني يعني الكوكو تتخذو اللي انفسخ اللي ما عندوش تجلبة ديالتو وتنخدموه بنفس الطريقة وتندهنو شوية نص الكيمية ديالتو وتندهنوه بشوية زيت وتندخلوها الفران ونص الكيمية الاخرى تنخليوها يعني مجرد أنها تكون خضره سوف تنضيفو لها القرفة السقار سانيدة وتنضيفو حتى تنسمو بالماء الزهار أو بالفانيلا وتنجمعو الخالطة ديالنا وتنخدموه ونقدرون نستعملو حتى القرقع تهوية تنخدرون بنفس الطريقة تندخلو الفران يتحمر شوية وتنضيفو بالزيت وتنضيفو وتنضيفو الحشوة هنا تتبقى اختيارية لحسب المكسرات التي يجب كل واحدة تستعملو حسب العتني الموجود يعني كل واحد يقدر الحسب المتوفر وحسب الإمكانيات دياله يخدم به نقدر نقسم الغطة بالبيستاج وحسب الإمكانيات ديال كل واحدة المهم هو أن الإنسان يحاول يفرح ولدته بطبيعة اللي يبغى وشي حاجة جديدة تنضيفو ونستمر البنات بنفس الطريقة ونكملت الكيمية ديالتي كاملة نأخذ الزبدة ونحاول أن ندهن الجميع اللي يبغى في هذه اللحظة نقطع الفيديو بشكل اللي بغينا اما على شكل مستطيلات او لمتلاتات مهم على الطريقة اللي قطعتهم نحاول أننا نوجدو السقواء ديالتنا اللي نسقي بها مني نخرجو المعسلات ديالنا من الفران اخذينا نصف كاس ديال السكر ساني دا وضعناه في كاس خول ونضيفوه تقريبا دوبل ديالتك الكاس بالماء ونضيفو نصف حمضة مصرة اللي صفيناها من دوك الشوائب ديالها عادي باش نضيفوها في وسط النو تنحاولو أننا نوضعوها على عافية تكون مهيلة وتنخليوها حتى تتغلوها وتتتختار لنا تتعطينا واحد شكل عسل ما شو بدرو رح تيولي عسل اللون ديالو يتغير لا مجرد أنه يتختر واللي يعطينا واحد واحد القوام اللي تتلصق ما بين أصبع بحل بحل الكولة عادي باش نخدوه اللي بدان ديالنا او للمعسلات ديالنا ما تحمرو جو غزالين واحد طيبة ديالتهم عاطية غزالة البنات تناخدوا الكاس خولياتنا او لسقوة اللي وجدناها تنسقيوا بها المعسلات ديالنا وتنزينوهم بالمتوفر عدنا البنات إما اللوز إفلي او للوز كاسي اولا الفيوتين نحاولو اننا نرشوهم من الفوق نقدروا ندلولهم ذوك الكويتات ديال الحلوة من الأسفل ديالهم اولا تنستفوهم في واحد البلاتو وتنقدموهم وبصحة والرحة تنتمنى ان شاء الله بإذن الله هذا الفيديو اولا هاد المؤسلاتين والإعجاب ديالكم ونقول لكم عيد مبارك سائد بكل ما تتمنوا ان شاء الله بصحة والسلامة والرزق وربي تقبل منكم صالح الأعمال يا رب وإلى الملتقى إلى فيديو آخر ان شاء الله بإذن الله